اشتركوا في القناة الممكنة على خلافة عصمان ابن عفان ولد في مكة بعد مولد الرسول صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات يعني اتولد بعد عام الفيل العام اللي اتولد فيه الرسول بخمس سنوات قال لي هو عصمان ابن عفان ابن ابي العاص الاموي القراشي اتصف بالخلق والحياة والقرم حب الحق وحب اهله فكان الناس كلهم بيحبوه دخل الاسلام على يد ابو بكر الصديق لما عرض عليه الاسلام دخل الاسلام على طول واصبح احد العشرة المبشرين بالجنة اللي بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهم لسه على الارض بعد ما دخل الاسلام شارك الرسول في كل الغزوات معد غزوة واحدة بس هي غزوة بدر سنة اثنين هجرية وكان سبب دوت هو مرض زوجته لان زوجته كانت مريضة فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يجلس بجوارها يعني مرض زوجته هو اللي منعه من غزوة بدر بيقول لي دلل ان هو انفق امواله في سبيل الله هقول له حكتين تجهيز جيوش المسلمين كان بيجهز جيوش المسلمين على حسابه زي ما حصل في غزوة تابوك بجانب كمان ان هو كان بينفق على الفقراء والمحتاجين وده ليه دليل في ايام خلافة ابي بكر الصديق تعرض المسلمين لقحت شديد يعني ما كانش فيه غزاء وكانت الموضوع شديد جدا على كل المسلمين كان بس عثمان هو اللي يمتلك قافلة تجارية كاملة يعني قافلة مليئة بالبضائع فوهابها كلها لفقراء المدينة رغم ان تجار المدينة عرضوا عليه فلوس كتير علشان يشتروها الا ان هو اصر ان هو يوهبها للفقراء والمحتاجين طيب ازاي عثمان ابن عفان اصبح خليفة سنة 23 هجرية قال لي قبل ما يتوفى عمر بن الخطاب قبل ما يستشهد على يد ابو لقلق المجوسي جمع المسلمين وطرك الامر شورى بينهم قال لهم انا شايف ان الخلافة من بعدي في ستة من الصحابة واختر لهم ستة اسماء طبعا الاسماء مش علينا حفظ لكن كان من ضمنهم عثمان ابن عفان وطلب منهم ان هم يحضروا معاهم يعني اعادوا معاهم اثناء التشاور ابن عبدالله ابن عمر ابن الخطاب ولكن ليس له من الامر شيء عشان ما يبقاش الحكم وراسي بعد كده قال لهم هو يقعد معاكو لكن ملوش في امر الخلافة اي شيء لما اجتمع الصحابة الستة مع بعض بدأ كل واحد فيهم يتنازل عن حقه في الخلافة حتى استقر الامر في النهاية على اختيار عثمان ابن عفان فاصبح خليفة للمسلمين وبايعه المسلمين في المسجد بدأ بعد كده عثمان ابن عفان يفكر الناس بالاقبال على الاخرة والزهد في الدنيا طب هو يفكر الناس وينسى نفسه قال لي لا كان مثالا للزهد عثمان ابن عفان كان مثالا للزهد طب ايه الدليل هقول له كان يطعم الفقراء كان ينفق على الناس ويأكل هو الخل والزيت علشان كده الناس في عهده كانوا يشعرون بالامن والاستقرار طب لما اصبح خليفة ايه هي اهم الاعمال اللي عملها عثمان هقول له تلاتة رقم واحد كتابة الكرآن في مصحف واحد غير ابو بكر اللي جمع الكرآن في صحائف متعددة عثمان جمعه في مصحف انشاء البحرية الاسلامية او ما يعرف بالاسطول وكمان الفتحات الاسلامية طب ما تيجي نشوف مع بعض كده كتابة الكرآن في مصحف واحد قال لي عثمان بن عفان امر نفس الصحابي اللي كان امره قبل كده ابو بكر بجمع الكرآن في صحائف هو زيد بن سابت طلب منه يجمع الكرآن بس المراضي في مصحف واحد طب ليه ايه السبب انه هو يجمع الكرآن في مصحف واحد قال لي رقم واحد بدأ الناس يختلفون في قراءة الكرآن وده حصل بعد دخول الكثير من غير العرب في الاسلام اتنين اراد عثمان ان يوحد قراءة الكرآن في كل قبائل العرب فامر زيد بن سابت انه هو يجمع الكرآن في مصحف واحد وبعد كده عمل منه نسخ ووزعها لكل البلاد الاسلامية طيب ايه هو امر انشاء البحرية الاسلامية او ما يعرف بالاسطول طبعا كلمة اسطول معناها مجموعة كبيرة من الصفن بتستخدم في الحرب او التجارة صفن تستخدم في الحرب او التجارة طيب عثمان بن عفان امر معاوية ابن ابي صفيان اللي كان ساعتها والي على الشام وعبد الله بن سعد بن ابي الصرح عبد الله بن سعد بن ابي الصرح من الشخصيات المهمة جدا عندنا في المنهج وكان والي مصر في فترة خلافة عثمان بن عفان امر الاتنين بالتعاون عشان يوفروا كل الامكانيات لانشاء اول اسطول بحري اسلامي طب ايه سبب انشاء الاسطول اللي صد هجمات الروم على ساحل مصر والشام طيب ايه النتيجة اللي استفدناها؟ تأمين الدولة الاسلامية وحدودها سواء كان في البر او في البحر طيب امر الفتحات الاسلامية فتحات عثمان تتلخص في اربعة ارمينية وابرس وافريقية اللي هي تونس وبلاد النوبة بيقول لي برضو ان عثمان امر اتنين معاوية ابن ابي صفيان اللي احنا قلنا عليه والي الشام بفتح ارمينية وابرس في ارمينية سنة 25 هجرية ارسل ليها معاوية قائد اسمه حبيب ابن مسيلمة يبقى الخليفة عثمان امر والي الشام معاوية فمعاوية ارسل للقائد حبيب ابن مسيلمة لفتح ارمينية ونجح في دوت طيب ابرس رح لها معاوية ابن ابي صفيان بنفسه واستطاع ان هو ينشر فيها الاسلام سنة 28 هجرية طب عندي سؤال بما تفسر امر عثمان ابن عفان معاوية بفتح ابرس قال اللي وقف هجمات الروم على ساحل مصر والشام لان الروم بعد ما طردناهم راحوا تمركزه في ابرس وكانوا بيهجموا على المسلمين اما القائد التاني فكان عبد الله بن سعد بن ابي الصرح وده والي مصر زي ما قلنا استطاع فتح افريقية اللي هي تونس سنة 28 هجرية اما بلاد النوبة فاستطاع ايضا من فتحها ونشر الاسلام فيها سنة 31 هجرية طيب اهم معارك بحرية دخلها المسلمين كانت موقع اسمها ذات الصواري سنة 34 هجرية طبعا الروم ضد المسلمين فايه سبب ذات الصواري ايه الاسباب اللي ادت الى قيام معركة ذات الصواري قال للروم ارسلوا اسطول بحري مكون من 500 سفينة لقتال المسلمين لما عرف عثمان بن عفين هو اللي كان خليفة فطلب من معاوية بن ابي سفيان والي الشام فطلب معاوية بن ابي سفيان من والي مصر اللي هو عبدالله بن سعد بن ابي الصرح بالتوجه الى اسطول الروم كده اصبح المسلمين في معركة ذات الصواري بقيادة عبد الله بن سعد بن أبي الصرح يعني لو طلب منك قائد معركة ذات الصواري هقول له عبد الله بن سعد بن أبي الصرح اتقابل الطرفين أسطول الروم مع الأسطول الإسلامي وقامت معركة عظيمة بينهم انتصر فيها المسلمين وتم تدمير أسطول الروم وقتل الألاف منهم بعد كده قثرة الفتحات الإسلامية في عهد عثمان طب ايه نتيجة الفتحات هقول له رقم واحد قصرة الخيرات في عهد عثمان رقم اتنين تأمين حدود الدولة الإسلامية اللي امتدت شمالا من أرمينيا أو أرمينيا في الشمال وغربا إفريقية اللي هي تونس وجنوبا بلاد النوبة طيب عثمان ابن عفان واستشهاده بيقول لي في أواخر عهد عثمان بدأ تحرك جوة الدولة كده بزعامة راجل اسمه عبد الله بن سبق عبد الله بن سبق كان رجل يهودي دخل الإسلام وهو حقد عليه هدفه هو إصارة الفتنة هدفه هدم كيان الدولة الإسلامية يبدأ دخل الإسلام عشان يعمل فتنة وعشان يهدم كيان الدولة الإسلامية طب ايه نتيجة الفتنة بتاعت عبد الله بن سبق فعاد عثمان اللي انضم إليه المنافقين وبدأوا يوجهوا الاتهامات الباطلة لسيدنا عثمان رضي الله عنه فرفض عثمان طلبهم لأنهم طلبوا منه أن يعتزل الخلاف فرفض طلبهم فحاصروا بيته وقتلوه وهو يرتل الكرآن عشان تنتهي خلافة عثمان بن عفان سنة 35 هجرية ويعد عثمان بن عفان من أطول فترات الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هنبدأ مع بعض دلوقتي نحل كل التدريبات الممكنة عن خلافة عثمان بن عفان هنبدأ الأول في حل تدريبات كراسة المدرسة عندي السؤال الأول أكمل من أهم صفات عثمان بن عفان عندي طبعا الخلق والحياء والقرم وحب الحق شارك عثمان بن عفان في كل الغزوات معدى غزوة بدر حرص عثمان بن عفان على تأمين البحرية الإسلامية فأنشأ الأسطول البحري كان معاوية بن أبي صفيان والي الشام مسؤول عن فتحة طبعا أرمينية وأبرص أثار نقط الفتنة الكبرى التي أدت لمقتل عثمان بن عفان هقول له عبد الله بن سبق يلا بينا السؤال الثاني ضع صح أو خطأ من أهم المعارك البحرية عهد عمر بن الخطاب ذات الصواري طبعا غلط علشان المعركة كانت في عهد عثمان بن عفان استطاع عبد الله بن سعد فتحة إفريقية طبعا صح كثرة الخيرات في عهد عثمان بن عفان للدولة الإسلامية صح كان عبد الله بن عمر من أقوى المرشحين للخلافة بعد أبيه طبعا غلط هو ما ترشحش للخلافة أصلا انهزم المسلمين في معركة ذات الصواري أمام الروم طبعا غلط لأن المسلمين هم اللي انتصروا على الأسطول الروم في معركة ذات الصواري ثالث عندي بيتكلم عن ما المقصود بالأسطول البحري هقوله طبعا مجموعة كبيرة من الصفن مجهزة للحرب والتجارة من هو ثالث الخلفاء الراشدين طبعا عثمان بن عفان أمراه عثمان بن عفان بجمع الكرآن في مصحف واحد ده زيد بن سابت أولا والي مصر نقط إنشاء الأسطول بجانب والي الشام والي مصر عبد الله بن سعد بن أبي الصرح والي الشام هو معاوية بن أبي صفيان قايد أرسله معاوية لفتحة أرمينية ده حبيب ابن مسيلمة قايد المسلمين في معركة ذات الصواري طبعا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح تزعم إثارة الفتنة الكبرى التي أدت لمقتل عثمان بن عفان هقوله طبعا عبد الله بن سبق السؤال اللي وراء عندي بما تفسر شارك عثمان بن عفان في كل الغزوات مع ده بدر هقوله بسبب مرض زوجته فأمره الرسول أن يبقى بجانبها رقم اثنين أمر عثمان لجمع الكرآن في مصحف واحد هقوله بسبب دخول الكثير من غير العرب في الإسلام فاختلاف قراءة الكرآن الكريم وأرد عثمان أن يوحد القراءة ثلاثة إصرار عثمان على فتح أبروس هقوله لصد هجوم الروم على ساحل مصر والشام من نتائج المترتبة على كثرة الفتحات الإسلامية في عهد عثمان هقوله أدى إلى كثرة الخيرات في الدولة الإسلامية رقم اثنين تأمين حدود الدولة الإسلامية إثبت أنفق عثمان أمواله في سبيل الله رقم واحد تجهيز الجيوش مثل تابوك رقم اثنين أنفق على الفقراء والمحتاجين مثل ما حدث في عام القحط في عهد أبو بكر الصديق ودلوقتي هنبدأ مع بعض في حل تدريبات الكتاب المدرسي السؤال الأول عندي أكمل العبارات تم في عهد وإنشاء أول أسطول بحري طبعا عثمان بن عفان فتح نقط جزيرة أبرس طبعا معاوية بن أبي سفيان فتح نقط إفريقية عبد الله بن سعد بن أبي الصرح استشهد الخليفة نقط في بيته وهو يرتل القرآن عثمان بن عفان فتح أرمينية عندي حبيب بن مسيلمة السؤال اللي أروا عندي بما تفسر أمر عثمان بن عفان بكتابة القرآن في مصحف واحد هقوله دخول الكثير من غير العرب في الإسلام فاختلفوا في قراءة القرآن وأراد عثمان أن يوحد القراءة عدم مشاركة عثمان في غزوة بدر بسبب مرض زوجته فأمره النبي أن يبقى بجانبها السؤال اللي أروا عندي صوب الخطأ تولى عثمان بن عفان الخلافة بعد أبو بكر طبعا هنشيل أبو بكر ونحط مكانه عمر بن الخطاب وقعت معركة ذات الصواري بين أساطيل الفرس والروم طبعا هنشيل الفرس ونحط أساطيل المسلمين أمر عمر بن الخطاب بكتابة الكرآن الكريم في مصحف واحد هقوله طبعا عشيل عمر بن الخطاب وحط مكانه عثمان بن عفان وبكده يا شباب نبقى خلصنا كل التدريبات عثمان بن عفان انتظروا ان شاء الله فيديو علي بن أبي طالب دمتم دايما بخير وحط مكانه عثمان بن خطابة عشق